التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد وذلك على هامشنا قد قمة مفاق التمويل العالمي الجديد وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس ومؤكدا دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به وحرصها على مواصلة الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعاد ومن جانبه أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط علاقات وثقة على المستويين الرسمي والشعبي مثمنا ما حققته مصر خلال سنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية فضلا عن ثقة لها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي وأضف متحدث الرئاسة إلى أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الجهود الدولية لإصلاح نظام المالي العالمي في ضوء الأزمة التي يمر بها حيث توفقت الرؤى حول ضرورة إطفاء مزيد من العدالة وتحسين أليات منظومة التمويل العالمية لاحتواء تداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمة المركبة وخاصة على الدول النامية اشتركوا في القناة